طيب النهاردة الفيفا عمل اجتماع وكان بيرحب بالنادي الاهلي وعقد اجتماع بالبعثة عبر الفيديو كونفرنس خلينا نشوف ده على الشاشة تفضلوا كلام مهم جدا النهاردة كان من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم عقد اجتماع للترحيب ببعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرنس داخل احدى القاعات المخصصة للنادي بمقر اقامته في العاصمة القطرية الدوحة شاهد الاجتماع الترحيب ببعثة النادي الاهلي في قطر وذلك قبل ايام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للاندية ايضا حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ومنسق الاهلي لدى الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا والكابتن ساني عبدالحفيز مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ولاعبه الفريق وكابتن سامير عدلي المدير الاداري الفريق الاول والجهازان الطبي والاداري والاستاذ جمال جبر مدير ادارة الاعلام بالنادي طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده كان الاجتماع وطبعا الحاجات دي مش هتشوفوها غير على شاشة قناة النادي الاهلي وبعد ما هتشوفوها على شاشة قناة النادي الاهلي هتلاقوها بقى في حاجات تانية او في حتا تانية ولكن دايما الفيفا بيبقى حريص على اتباع مثل هذا النظام ان هو يعمل دلوقتي كل الاجتماعات زي ما حضراتكم عارفين بتتعمل عبر تقنية الفيديو كونفرنس علشان يبقى فيه تباعد زي ما حضراتكم شايفين كل لاعب قاعد بعيد عن التاني الحمد لله ظهرت نتيجة مسحة كل اللاعبين وكل البعثة اللي موجودة كلها الحمد لله سلبية باستثناء العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الاهلي اللي طلعت عينته ايجابية وبنتطمن عليه وان شاء الله اموره تبقى جيدة لكن كل اللاعبين الحمد لله بشكل جيد كل الجهاز الفني موجود الجهاز الاداري موجود كل حاجة الحمد لله ماشية بشكل جيد زي ما حضراتكم شايفين اجتماع مهم الحقيقة عقدوا الفيفا مع لعبه النادي الاهلي ومع بعثة النادي الاهلي بالكامل محتوى الاجتماع ان كان هناك ترحيب ببعثة النادي الاهلي والامور بقى الصحية والاحترازية اللي حيقدروا يمشوا عليها خلال الفترة القادمة طيب خلينا بقى كالعادة نروح لاخبار المواقع العالمية لتتكلم عن المنديال الاندية خلينا نروح لأول خبر عندنا الأستاذ خالد مرتجي يستقبل مسؤولي فيفا بفندق اقامة الاهلي تيجرس اونال بطل الكونكاكاف يصل الى قطر للمشاركة في مونديال الاندية باير نميونيخ يستعد لكأس العالم للاندية بفوز كاسح أيضا الليلة نهائي برازيني بين سانتوس وبالمراس لحسم بطل البريتادوليس طيب دي كانت الأخبار اللي معانا النهاردة الحقيقة برضو عايز اتكلم عن استقبال الاستاذ خالد مرتجي لمسؤولي فيفا بفندق اقامة النادي الاهلي وده حصل النهاردة وشهدت الجلسة ترحيب من جانب مسؤولي الفيفا ببعثة النادي الاهلي التي تواجدت في قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للاندية اتمنى ايضا ممثله الفيفا عن خلال جلستهم مع المهندس خالد مرتجي على باعتة النادي الاهلي وكل الترتيبات الخاصة باقامتهم والتغذية والصحية وكل شيء الحقيق ايضا تشدد مسؤول الفيفا خلال الجلسة على ضرورة الالتزام زي ما قلت لحضراتكم ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية شيء مهم جدا 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 وزي ما قلت لكم بارح الكورونا بتتحكم في الرياضة او في واقع الرياضة في كل العالم الحقيقة مش في مصر بس ايضا الجلسة شهدت الحديث عن بعض الامور التنصيقية والادارية الخاصة بالنادي الاهلي